في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تندس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليزي في كلمة وردغطها زي مننا عبد العزيز يا جماعة ده حالة غيز طول الوقت يحسسك إن المكانه مش هنا وإنه كان لازم يبقى حاجة تانية غير رئيس قسم المشتروات بالشركة زيزي يا جماعة كان لازم يبقى دكتور ومش دكتور عادي دكتور كمان كبير جدا ومش بس كده دكتور بطنة لا 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 مش بطنة ده كان لازم يكون دكتور جهاز هضمي دكتور عظام صدرية مسالك بولية حاجة كده يعني وكل زملائنا في الشركة مسميينه دكتور زيزو ما هو طول الوقت بيشخص في أمراضهم ويوصف لهم الدواء ويصمم وراسه ألف سيف يعالج أي حد يبشتكي من أي تعامل لدرجة إن زملتنا عطيات مبارح كانت بتشتكي من ظهرها ورجليها ولما فكرت تاخد أجهزة مرضية لقينا الدكتور زيزو فجأة بيقول لها أنت حامل يا أخت عطيات وتلاقيكي في الشهر التاني كمان حطي بقى قربة مياه سخنة على ضهرك مرتين في اليوم وبخدي حباية كلش من الصبح وحباية مغنيشون بالليل وهكتب لك على شوية تحليل كده وهتدودهم الأجزاء خنف هورا وخلينا شوف بعد أسبوع استشارة بعد أسبوع يا عطيات والغريبة بقى إن كلام الدكتور زيزو طلع مظبوط وطلعت زملتنا عطيات حامل فعلا المعلومة الأغرب إنها شخصيا ما كانتش عارفة إنها حامل وكان بيتهيق لها إن تعب ظهرها ده من قعدة المكتب أما المفاجأة يا جماعة لما عطيات رجعت الشغل وكانت حالتها الصحية والمعنوية أحسن بكتير من الأول والابتسامة العريضة على وشها وكان وقف لها الدكتور زيزو في نص الشركة زي الطوص وبأعلى صوت قال لها يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا ست عطيات مبروك يا ستي واللي جاب لك يخليه لك ها عملت التحليل وخدت الكلسي الملمغنيسي ملوطي لك عليهم تمام 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 أي سبا تمشي عليه وما تبطريش الدواء إلا ما أقول لك ها يلا على خير تلاه ومش شفى إن شاء الله يوقت عطيات مش شفى وطبعا كامبين جدا إن زيزو عايز الشركة كلها تسمع وتتأكد وتبصم بالعشرة إن دكتور لا دكتور إيه دكتور علامي وإن مش بس بتاع صدعه مغس لا ده دكتور نيسا وولادة وإيه على سنجة عشرة كمان والحقيقة إن حوادث الدكتور زيزو مع المرضى والأمراض نابت انتهيش وهو شخصيا بيعتبر إن وجوده معانا في الشركة غلطة كبيرة جدا وإن مكانه الطبيعي كان لازم يكون بين زميله السادة المحترمين ده كترة الأسر العيني بس نعمل إيه في الظروف نعمل إيه في الزمن يزيزو وفي السنواء العامة والتنسيق اللي حرمك من الطب ودخلك بقى كل هده التجارة يا خفيف إيه إيه أنا كان حلم إن أبقى دكتور قد الدنيا نستعنش الحمد لله قد ينعو بيثبت لكم إن الطب تحرم من موهب دي وإن البشرية خسرت خسرت أستاذ كبير كان ممكن يخلصها من علامها والله والله البشرية كلها خسرت أسو حظي تذكر وانت فكر يعني إن فيروس كورونا ده كان ممكن ينتشر كده ببساطة يا خامر طب تسدق بيه لو كانوا بس معتارفين بيه لا كورونا ولا مكورونا ولا أي فيروس من الفيروسات دي كان ممكن يهوب من المنطيع كلها والله كنت خلصتوك من كورونا بن المجنونة ده عمورة طبعا يا زيزو أكيد أمه ليه يا زيزو وأكيد لو كانوا معتارفين بعلمك وموهبتك الفزة الطبية الكبيرة العبقرية اللي هلوبة كان زمانك دلوقتي خلصتوهم من فيروس كورونا ومن كل الفيروسات اللي بتهدد الكورو الأرضية أكيد يا رجل بس هم جايز مش عارفين عنوانك يا زيزو تلاقيهم حتى معندهمش الإيميل بتاعك أو تلاقيهم معتوك على الواتس أب بس انت ما شفتوش لا ما معتوش حاجة يا خامر تليفونه قدامك مفتوح وعنوان معروف للناس كلها خمستاشر شارع فيصل فوق مكوة جي العائلات أم اللي مش عايزين أخوين غيره وحقد بعيد عنك أم الخسرانين يا عم زيزو أصدق دكتور زيزو وأكيد لو عرفوا يوصلوا لك حيبقى أكبر انتصار على فيروس كورونا إن شاء الله يتحقق على إيدك والصحافة العالمية بقى ها واخد بلك تكتب بقى بالبنت العريض ها بالبنت العريض الدكتور زيزو يكتشف علاجا من شارع فيصل يخضي على فيروس كورونا أهالي فيصل يحتفلون بالدكتور زيزو قاهر فيروس كورونا يا جميل حارف ليه كده شامل لحد ترياءة في كلابك أخر حاسس كأنك مش مصدق إن بخجرتي الطبية الكبيرة دي أقدر ألاقي علاج للكورونا من المجنونة ده اللي مدوخ العالم ومحيركم عيش عيش أنا كده عزي دكر عزي ده هو اللي رماني عليكم وخلكم ما تعرفوش إمتي عيش عيش مقرد اندموا لما تكتشفوا إنه هنا كان عيش دكتور عبد العزيز الدكتور اللي كان ممكن ينقذ العالم من فيروس كورونا الرهيب بزمتكم ده تقولوله إيه وتتصرفوا معاه إزاي ابعتوا لتعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكايتكم مع عنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغايتنا نتقابل تادي أسيبكم في أمان الآن كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني